وعن الموضوع يسعدنا أنه راحب المحامي أمير بشارات وهو مستشار اللجنة القطرية للسلطات المحلية أهلا وسهلا بك تحياتي يعني معظم المواطنين العرب يملكون سيارة لماذا تعتبر المواصلات العامة مهمة جدا في البلدات العربية بشكل خاص؟ والأصح معظم المواطنين العرب يملكون العائلة تملك بين سيارتين أو ثلاثة اليوم العداد عم بتزيد طبعا هناك فيه أكثر من عامل العامل الاقتصادي المواصلات العامية أرخص بكثير من أن يكون لك سيارة خاصة خصوصية بتأمينات وتست وتصليحات وكل ما شابه طبعا في المواصلات العامية هذا غير موجود أكثر رياضة أكثر ماشية أكثر تعود أيضا على هذه الرياضة وليس ننزل نطلع من البيت ننفقع السيارة ونوصل لمحل الشغل فيه هناك أكثر من عامل كمان تخفيف الضغط والتوتر أنا كمان بربط بين موضوع كل التوتر اللي عم بيصير بأدل العنف بموضوع الازدحمات المرورية اللي بتكون في البلدات بالأساس في داخل المدينة هذا يشكل توتر جدا كبير عند الصائف الصيارة عند المواطن فيه كمان طابع اقتصادي لكل البلد لمركز المديني إمكانية أن الصيارات تتبدل كل الوقت ويكون فيه أكثر مواصلات عامة وأكثر مشاع وأكثر حتى درجات اللي تفوت على مركز المدينة بعت أكثر قوة شرائية وبعت أكثر شغل للمحلات التجارية فكل هاي العوامل هي بتأدي أنه لازم نعكس الهرم السلطات المحلية عليها نتعكس الهرم في التخطيط تخطط أكثر للمشاة للدرجات للمواصلات العامة أقل المركبات الخصوصية شغلنا بالتقرير موضوع محطات الباص تكون تفوت أكثر على البلدات وفيه جزء جدا كبير اللي رح نجيله كمان للمؤسسة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع طيب ما هو وضع البنى التحتية في البلدات العربية يعني من ناحية مرور البصات في العديد من الأحياء أو إضافة أعمدة وتعليق يافيطات البصات نعم هذا موضوع كان في عليه خلاف مع التقوم الأخير والوزير الأخير كان على الوزير الأخير أن تقوم في سن قانون خاص يتعلق في البلدات العربية والبلدات القديمة في مراكز المدينة اللي فيها شوارع صغيرة جدا ولا يمكن الباص كبير أن يفوت على هاي الشوارع نكون فيه إمكانية كمان بدون وضع محطة باص وإنما فقط إشارة والتأشير لباص أصغر لسيارات أصغر مركبات أصغر اللي ممكن ترقل المواطنين في البلدات العربية هذا لم يتم في الحكومة السابقة وعلى ما يبدو كمان مش راح يتم في الحكومة الجديدة فاليوم الحل الوحيد هو فقط في السيارات في البلداتها يعني إم الفحن مركز المدينة والحارات القديمة اللي فيها اللي ما فيها شوارع كبيرة ولا فيها أرصفة ولا فيها إنكانية لمحطات بيكون كتير صعب إن يفوت هناك باص فبديهم يضطروا ينزلوا بالسيارة الخاصة لمحل فيه باص وبعدين يتنقلوا فيه باص كان فيه ميزانيات لزيادة الخدمات في المواصلات العامة بستين مليون شكل بالسنة الأخيرة ما كفت وما وصلت وكل البلدات العربية والإشكالية اللي كانت فيها إنها كانت مربوطة بجباية رسوم الازدحام في الدولة يعني خزينة الدولة كانت تستنى جباية رسوم الازدحام أقرأت الجودش عشان يتمول ستين مليون سنويا واليوم الحكومة الجديدة رح تبطل هذه الرسوم فكمان هذا مش واضح فيه خمسين مليون شكل كانت لمحطات وما شابه كمان ما تم رصدها كلها وما تم استغلالها يعني هنا فيه تقصير جدا كبير كمان المؤسسة في ملاءمة المواصلات العامة للبني التحتي في السلطات المحلية العربية يعني أنا أفهم منك أنه نحن بحاجة إلى ميزانيات أو الميزانيات المطلوبة لتحسين المواصلات يجب أن تكون كبيرة جدا يعني لا تكفي كل هذه الميزانيات التي ترصدها الحكومة للبلدات العربية طبعا وإحنا لحد دسة بس حكينا على الموضوع في داخل البلدات يعني هل أنت بتعرف أنه فيه قطار موجود في بلدات العربية أو قطار حتى القطار الخفيف غير التقطيط إلى قطار في الناصر القطار اللي يربط ما بين نوفا جليل وبين حيفا وغمرق عبر أو حد الناصري ما فيه قطارات في البلدات العربية ما فيه تخطيط مثلا شارع واضي عارة بعد مطول يوصل التخطيط والتنفيذ لا هناك خطوط كمان للمواصلات العامة فيه حاجة من الحكومة أنها تغير سلم أولوياتها وتزيد الميزانيات للبلدات العربية أنا بس بدي أعطي هنا تنويه أنه حتى الميزانيات اللي عم تكون متقليص الفلوات في موضوع البنية التحتية مش بس في المواصلات العامة في المواصلات بشكل عام الوزير الجديد فيه خطر جدا كبير إنها ما ترصد عين الميزانيات 2 مليار دلهاي السنة فإحنا طلعنا لا بلا مواصلات عامة ولا مواصلات عادية بنية تحتية فالوضع جدا سيء ويزداد سوء في هذا المصار نعم المحامي أمير بشارات مستشر اللجنة القطرية لسلطات المحلية شكرا جزيلا لك شكرا لكم